ايه اهمية ان انا اخد رأي اهلي في تربية الولادي هو طبعا عندهم خبرة والخبرة دي لازم يعني يعتد بيها لان يمكن احنا بعض الشباب بيقر على الكمبيوتر وبيعمل ريسورش ريسورش بيتغير كتير ولكن ساعات الخبرة بتفيد الى حد ما بحيث ما تكونش مضرة ساعات يعني ايه لو الام جدة قالت مثلا ادربي ما كلنا انضربنا لا ده مش مقبول لكن في بعض الحاجات بناديهم مساحة يقولوا رأيهم وده حب يعني هو رأيهم مقصود بيه حب فلازم ندي مساحة انهم هيقولوا رأيهم ولو انت محتارة بقى ومش عاجبك الرأي يقول لي ايه طيب انا حفكر حاضر دي فكرة او ان انت تقولي انا سألت الدكتور وقال لي كده ما ينفعش خالص ايه رأيك نروح نزور الدكتور سوا هي حلول كتيرة طبعا وجميلة وبسيطة نهي ما تدقهمش بس الاجيال بتاعتنا بتفكر في حاجة ان كل جيل وليه طبيعته وليه ظروفه والملباسات اللي حواليه مختلفة ازاي التربية اللي هم رأيهم ينفع تطبق علينا ازاي منطقي ان انا لازم امشي على رأيهم هو مش منطقي مهم ان هم يعرفوا ان الاجيال بتتغير وان كل جيل ولوه نظامه ولازم يحترم ده ولكن برضو يعني احنا عشان نتغلب على ده محتاجين ان الاب والام يكونوا ايد واحدة ولو في حاجة مزعلاكي قوي ومش عاجباكي في الجدود فيبقى انتو اللي اتنين بتنقشوها سوا يعني ما ينفعش ان انت تقولي لزوجك ايه روح كلم مامتك وزي تحسبت البيوت كلها وده غلط لازم تحس انتو اللي اتنين بتنقشوا معاها فبتقولي لها احنا مقتنعين ان انت ربيتي وربيتي احسن واحد في الدنيا ولكن النهاردة العلم بيقول كذا الابحاث بتقول كذا واحنا بنعتز برأيك وما تحرمناش من رأيك فازاي بتتكلمي مع حماتك ايه الكلمات اللي بتستعمليها صوتك ايه نظرة وشك ايه اختيار التوقيت بقاش تحدي بقاش تحدي بقاش تحدي بقاش تحدي